أهلا بكم مشاهدينا مع مطلع هذا الأسبوع نقف على مراقبة تحركات الأسواق العالمية وبعض الأصول وتحركاتها فنيا ونحللها مع ضيفنا في الستوديو سيد دومينيك الخوري رئيس تطوير الأعمال ومحلل الأسواق في سكويرد فانانشل أهلا بك دومينيك دائما معنا في ظل كل التطورات التي كنا شاهدناها والتي لا يزال اليوم السوق يتحدث عنها فيما يخصت وجهات الفدرالي ربما هي كلمة الصر الآن في الأسواق كنا شاهدنا التحركات على العديد من الأصول يعني دومينيك دعنا نبدأ من العملات الرئيسية وتحديدا الدولار يعني اليوم كيف كان ربما أثر أو كيف تفعالت العملات الرئيسية مع ضعف الدولار خلال فترة قليلة الماضية اليوم طبعا الدولار عم يضعف لأنه كلنا عارفين أنه سيكون فيه عنه تخفيض وتم التأكيد خلاص تأكدنا السوق عم بسعر أنه نحن راح نخفض الفوائد ولكن بيبقى بس السؤال هو كم النسبة يعني هنخفض بس 25 نقطة أساس ولا أكتر حيفجئنا الفدرالي ولكن بهذا التسعير شفنا مثلا الدولار اندكس نزل تحت المية واثنين أو بمستوى المية واثنين نحن فيها كل العملات وكل شيء مقابل الدولار قوي من وراء هذا الضعف يعني نحنا كنا حكينا تقريبا أسبوع الماضي وأسبوع اللي قابله كمان عن اتجاه اليورو دولار الصاعد فهذا الاتجاه الصاعد اللي شايفينه هون أمامنا تكلمنا عنه لا نزال عم نحترم الموفينج أفريج والترند لاين الصاعد يعني اللي شايفينه هذا قدامنا الترند لاين محترم بشكل كبير جدا بعد لحد هلأ أول مرة كسرنا هذا الترند لاين وهذا شيء بفرجينا أنه في عندنا زخم شراء يعني اليورو أقوى من الدولار مش بس لسبب ضعف الدولار كمانا ما ننسى أنه منطقة اليورو مسيطرة أكتر على التضخم من منطقة الاقتصادية والبيانات الاقتصادية أفضل بكثير الاتجاهات تبعنا نقطة المقاومة التالية ستكون واحد احد عشر والردي نحن على واحد وعشر ونصف بالوقت الحالي نحن نحكي طيب بالنسبة للعملات الأخرى كذلك كنا شاهدناها هذه المرة الدولار النيوزيلندي كذلك كنا شاهدنا ربما حتى السياسة النقدية المختلفة في المنطقة هناك ولكن كذلك يمكن حتى العديد من العملات التي لا تزال تستفيد في المقابل من ضعف الدولار رأيك إلى أي مدى أمام هذه العملات وبينها الدولار النيوزيلندي مزيد مثلما كنت تحدث ربما على اليورو الآن كذلك بالنسبة لهذه العملات النيوزيلندا قد حفظوا الفوائد ولكن بالرغم من تخفيض الفوائد نحن نرى أن الدولار النيوزيلندي مقابل للدولار يرتفع الاتجاه كمان صاعد للدولار نيوزيلندي نرى أننا اخترقنا الموينغ أفيرجز مثل ما شاهدون هنا اخترقنا الموينغ أفيرجز ثلاثة في عنا هذه المنطقة عملنا عليها تريبل طوب. يعني هو عنا واحد هون اثنين هون ثلاثة هون تريبل طوب اللي وصلنا عليهم. هذه النقاط إذا تم اختراكها وأغلق الدولار نيوزيلندي فوق مناطق تقريبا الواحدة وستين. هنشوفه هيرتفع بمستويات أعلى للبريفيس هاي أو لنقاط المقاومة اللي كانت سابقا اللي هي واحدة وستين خمسين ومن بعدها اثنين وستين. كحركة تصحيح حتى لو صار في عنا حركة تصحيح بالوقت الحالي لحد هذه المنطقة هون لا تزال تعتبر الاتجاه صاعد. يعني حتى لو تراجع السوق لا يزال يعتبر الاتجاه صاعد. فهو القصص في المستثمرين أو المتداولين اليومي أكتر شي. عم يستفيدوا من هذه الفرص. يعني اليورو كان على الدولاريان الدولاريان عم تشوفه رجع نخفض مثلا معه مجال بعد لا يرجع يعمل تتش لآخر نقاط دعم كنا فيها 141.70. معنا 300 نقطة 400 نقطة. يعني بعد. في مستويات. في مجال واحد يقدر يستفيد من الأسواء وسهل شوى الكراءة طبعه الآن. طيب حتى يعني بعيدا عن العملات ما شاهدناه من سلع والأبرز كان يعني الذهب اليوم بعد ما اخترقنا مستويات 2500 وغيرها. يعني هذه المستويات التاريخية. على ما يبدو يعني اليوم دومينيك الذهب ليس فقط فترة الأخيرة. ولكن على ما يبدو منذ عدة جلسات أو أشهر دعنا نقول. شاهدنا هذه القناة السعرية الصاعدة. إلى أي مدى قد تبقى معنا وتحديدا في ظل ما نراقبه من توجهات الفيدرالي. يعني أربما ما تسعره السوق بشكل أوسع اليوم. اليوم طبعا الدهب يتأثر بشيئين أساسيين. أول شيء عندنا الفيدرالي. مثل ما سبق وتفضلته. وكمان عندنا التوترات الجيوسياسية. هلأ التوترات الجيوسياسية انخفضت أو خفت شوية صغيرة. شفنا أنه اليوم بالميدل إيست أو بالشر الأوسط شوي خف هذا الضغط والحد الموجودة. ولكن صار في عنا تصعيد بين روسيا وأوكرانيا. الحركة تبع الدهب. اللي حصلت منه من وراء التوتر الجيوسياسية. هذه من ضعف الدولار. هذه آخر حركة نحكي فيها. إغلاق الأسبوع الماضي. لذلك نرى اليوم الدهب. الصعود اللي طلع فيه على 2005. هذه منطقة كثير مهمة. الآن الشيء اللي لازم نذكره. أو المتداولين. لازم كثير ينتبهوا بالمستويات اللي نحن فيها هون بهذه المنطقة. لأنه صح أن الاتجاه صعد. وصح أنه صرنا من بضعة أسابيع نصعد. وشايفين الضهب معه مجال يطلع للـ 2600 أو 2550. ولكن اليوم ما ننسى أنه نحن بعد بس 50 دولار. لازم كثير ننتبه. لأن الرزق حتى لو تراجع الدهب لهذه المستويات لهون. يعتبر بعده الاتجاه صعد. فمشان هيك. ممكن نرجع نشوفه على الـ 2400 مرة تانية. أو تحت الـ 2400. بينزل تحت الـ 2400 أو 2390. وبيضل اتجاه العام صعد. فهذا الشيء لازم ينتبهوا عليه. دائما بالستطلس المتداولين. فنقاط الدعم موجودة أمامنا. تارجت كمان موجودة. في أول تارجت هون. في أول تارجت. في أول تارجت. نحن نحكي كنقاط مقاومة. ولكن دائما لازم ندرس ريسك ريورد راشي. أنا اليوم أدعي بأخذ ريسك بالسوق. عشان كامل أرباحها اللي بدي حصلها مقابلها. فمشان هيك هنا حنشوف شوية ضعف بالشراء للدهب. مشان هيك لحظنا كمان. من أول ما فتح السوق لحد هلأ. الحركة ضعيفة. ما عمنا كثير هذه الحركة الكبيرة. ما عمل حركة تصحيح لحد هذه اللحظة. الدهب. ما شفنا يتراجع على هذه الحركة الضخمة لحد هلأ. بس ما توقع أن المستثمر ينتظر لأربما التحرك أكبر. أو يستهدف مثل ما كنت تحدث الـ 2600. في عنا اثنين تريجر هلأ. إذا كسرنا المية واثنين على الدولار اندكس. وثاني تريجر. شو سيصير بالمفاوضات بغزة؟. هلأ اثنين النقطتين التي أعتقدت المستثمر اليوم بانتظاره. أو إذا في حال أي شيء تلعى من الفدرالي. يعني اليوم هلأ الأساسيتين هنا جيو سياسي. أبرز الأمور. ولكن تصحيح بسيط ممكن يصير على الدهب بسيطة جدا. يعني ما أنه ما سيغير المسار. المسار مثل ما قلت لك. معه مجال ينزل لـ 2400 بكل بساطة. وبيضل اتجاهه صاعد. نحكي 100 دولار تراجع. يعني مش أنه دولار ودولارين. نقف سريعا دومينيك كذلك على تحركات أسواق الأسهم. بطبيعة الحال ما شاهدناه من التحركات. وما حصل مؤخرا. ولكن أين ترى اليوم مستردفات الأسان بي 500؟ اليوم الأسان بي. نتطلع على الاتجاهه صاعد. نتداول فوق الموفينج أفريجز. مثل ما شايفين. 50 والمئة. ولكن لازم ننتبع على شغله. صح أنه كسرنا التراند لاين للتصحيح اللي كنا فيه. ونرجع نكمل صعود. ولكن التدخل الفيدرالي بالأسواق عادة بيأثر على الأسهم. إن كانت أسان بي. داو جونز ونلا نازدك بحركات تصحيحية. المجمل والنظرة العامة لا تزال صاعدة. أنا أعطول إيجابة جدا بالإندسز أو المؤشرات الأمريكانية. لأنه اليوم دولة متطورة فيها. كل المحفزات أنه معظم المستثمرين يتوجهوا عليها. لأنه أقمن شيء الواحد يستثمر ساعة السوق يعمل كوريكشن. ساعة لدي تصحيح بالأسواق. لدي ديسكاونت اليوم على الأسواق. المستثمرين على الطول يرجعون ويدخلون من أماكن واطية. مثل ما شايفين هون. بس دخلوا رجعوا مرتين على 5.162. مثل ما حاصل مؤخرا شهدناها الهبوط. نهار تانين من أسبوعين. على المؤشرات الأمريكية. يعني يبقى لنا ربما مراقبة تتطورات في الأسواق العالمية. دومينيك لمعرفة مزيد من تحركات هذه الأصول. ودائما نشكر تواجدك وتحليلك. معنا دومينيك الخوري. وأنت رئيس طوير الأعمال ومحل الأسواق سكويرد فاينانشل. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. ومشاهدين بهذا نأتي للنهاية. فقرة تحليل فني لهذا الأسبوع. وكالعادة نذكركم بأن السين بي سي عربية ليست مسؤولة عن أي ربح أو خسارة. وهذه فقط مجرد تحليلات للأسواق. شكرا لك رندا. لكن في مصر هذه المرة من راقب القرار الذي أصدره الرئيس المصري. قرارا جمهوريا بالتجديد لحسن عبد الله. قائما بأعمال محافظة.